بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم عاية النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات فنيات الكاراتي وحلقة النهاردة رقم 14 بعنوان التكنيك والستايل وزي ما كلنا عارفين أن مدارس الكاراتيه وأساليب الكاراتيه معروفة الكبيرة لما الخمس مدارس اللي هما الجوجيريو والكيوكوشينكاي والشوتيريو والشوتوكان والواديريو دي الأساليب المعروفة لدى الجميع على مستوى العالم ودي المدارس اللي بيطلع منها أبطال العالم وإحنا بالنسبة لنا في السلوب الشوتوكان الشوتوكان ستايل بنركز فيه أغلب تركيزي على الشوتوكان اللي احنا بنمرسه من سنين طويلة والفانيات اللي أنا بعرضها كلها لأداء الكاتات وإيجادة الأداء في التدريب وهو ده الأساس في كل الموضوعات اللي أنا بطرحها في الموضوعات الفانية بخصوص التدريب الجيد على أداء الكاتات وبالنسبة للموضوع النهاردة وهو عن التكنيك والستايل طبعا كلمة استايل في اللغة بتطلق على أسلوب يعني أسلوب أسلوب الشوتوكان أسلوب الشوتوكان أسلوب الشوتريو وفي نفس الوقت أنا أسلوب في اللعب أو تكنيكاتي في اللعب ليها طريقة مميزة وتميزني عن غيري مثال لأبطال العالم يعني طريقة أداء يهرى غير طريقة أداء ميشيل ميلون أو مايكل ميلون غير طريقة أداء لوكو فالديزي كل واحد دي طريقة أداء في التكنيكات بتاعته أثناء الأداء الكاتة هم أبطال العالم فإحنا ما أنا أقول أسلوب أسلوب اللاعب كذا أسلوب أسلوب يعني معناها أن أنا أقول أنه لي شيء يميزه كأنه زي بصمة اليد يعني هو يميز بالأداء التكنيكات بتاعته تميز بالأداء فهي الكلمة تستخدم في الحالتين لا يوجد أي مشكلة فيها وعندنا أثناء تدريب اللاعبين الأبطال بيتظهر علينا طبعا كل فترة كل مرحلة بيتظهر علينا تكنيكات جديدة وطرق أداء جديدة في الإلكتات المعروفة مثل الأنسو وزي البوجيشو وزي السوتشي وزي الجانككو من خلالها إحنا بنختار يعني دايما المداربين بتختار لعيب بطل لعيب بطل عالم بيخدوك كنموذة ويحاولوا وغيروا التكنيكات لللعيبة بتاعتهم بحيث يعرف يؤدي أداء أبتو ديت يعني لازم يوازي الأداء العالمي اللي شغال أو أحدث شيء فمن هنا اختيار اختيار التكنيكات الجيدة بناء على رؤية أبطال العالم والاختيارات بترجع للمدرب نفسه هناك مدربين بيشتغلوا على الستانداركات وعلى الأسلوب القديم ويخشوا به البطلات وما بيهموش إيه اللي بيحصلوا بس طبعاً طالما الناس أبطال العالم اللي غيرت وأبداعت وعملت شيء جديد للأوروبيين من هنا الناس بدأت تشتغل وراهم وبدأت تتبع الخطوات دي في أداء التكنيكات الحديثة ومن هنا حصل التطوير في طرق أداء الكاتات ولو جينا نعمل مثال نضرب مثال بالتكنيكات اللي اتغيرت الكاتة الأنسو مثلاً الكاتة الأنسو دايماً بيؤديها أبطال العالم ولو بدأنا بميستر يهرى سنسي يهرى اللي أدى الأنسو خد بيها كب مرة بطول العالم وهو كان نموذج جايد وكان الكل بيمشي ورا أداء ميستر يهرى سنين طويلة لما جاء طلع علينا مايكل ميلون أو مشل ميلون طلع بأداء جديد بأداء نفس الكاتة الأنسو ونأخذ مثال لموضع حركة الأربع الحركات اللي ما في الكاتة الأنسو هضرب بيهم مثال واعملهم كنموذج في عملية تغيير التكنيكات أو اختيار التكنيكات بداية هنعرضها طبعاً بطريقة أداء الستاندرد كاتة أداء اليابانيين بالطريقة دي بعد كده اتقدت برضو من اليابانيين بس بطريقة تانية مختلفة وأخيراً بتؤدي بطريقة تالتة عمل نموذج للأداء الحركي اللي أنا بقصده في الموضع الحركي بتاع الكاتة الأنسو الطريقة الأولى في الستاندرد كاتة اللي تعرضت علينا كالآتي بطريقة تانية بعد هذه الفترة اتقدت برضو من اليابانيين حركتين حركتين بدء الأربعة وربعة اتنين باتنين والطريقة التالتة الأداء التكنيك بالطريقة التالتة بتؤدي حالياً برضو من اللاعب اليابانيين كالتالي حركة واحدة وثلاثة متتبعين أنا ضربت مثال بالأربعة حركات بتوع القمسو بتلت طرق مختلفة على أساس اختيار التكنيكات اللي بيتم تغييرها كل فترة فالمداربين بتختار يقولك أنا هلعب على أسلوب القديم على أحدث شيء بيتم الاختيار من خلال التغييرات اللي بتحصلت في التكنيكات على مستوى العالم كل فترة وأنا بستكمل الحلقة وبقعد وبعرض عليكم الموضوع كامل كما هو مكتوب في الكتاب هارا وهارفق باك مشاهد للحركات وطرق الأداء والأبطال العالم على أساس نوفي الموضوع حقه ونستكمله من جميع جوانه ونيجي للمادة العلمية تكست بالنسبة لموضوع التكنيك والستايل النقطة الأولى نستعرض مع بعض اللي أنا كتبته في هذا الموضوع يعني هذه النقطة من النقاط الهامة للاعب الكاتة لأنها من أساسيات التحكيم وتقدير الدرجات على أداء الكاتة وعند التقييم من عشر درجات تكون درجات التكنيك الجيد والستايل خمس درجات أي نصف الأداء كاملا ومن هنا تكمن أهمية هذه النقطة التي سنتحدث عنها من المعروف أن لكل لاعب طريقة معينة في أداء الكاتة وهذه الطريقة تسمى ستايل تسمى ستايل معين يتم معرفة اللاعب به مثل البصمة أو البصمات التي في أيدينا والتي يعرف بها كل شخص من الآخر وبالتالي فإن كل ستايل وتكنيك نراه في البطولات يختلف من لاعب إلى آخر وهذا تبعا لطرق التدريب والاختلافات والتباينات بين المدربين وفي اختيار نوع وطريقة الأداء المثالية من وجهة نظر كل مدرب ومدى فعلية هذه الطريقة وهل سينجح لاعبه في الفوز في البطولات بهذا الستايل الذي تضلب عليه أم لا ومن هنا نصل إلى حقيقة وهي أن اختيار المدرب لستايل جيد يتناسب مع قدرات لاعبه وإمكانياته وموهبته يساعد كثيرا في إظهار إمكانيات هذا اللاعب أثناء أداءه للكاته وبالتالي يساعد على الفوز وتحقيق المراكز المتقدمة وهذا الاختيار يعتمد في الأصل على رؤية ودراسة اللاعبين أبطال العالم وذلك من خلال شراءة الفيديو وهي وسيلة تعليمية مساعدة وفعالة جدا طبعاً أنا هنا بكتب شرائط دي الكلام ده من 21 سنة شرائط الفيديو دايماً وأتكلم وأقول شرائط شرائط فيه الجيل الجديد ما يعرفش إيه هي شرائط هي المقصود مثلاً نقول اليوتيوب يتفرج على الفيديوهات في اليوتيوب أفضل على أساس الناس ما تستغربش يعني وأيضاً رؤية ستاندر كاتا والتي أدها الخبراء اليابانيون ولأنها تعتبر المرجع الأساسي والمفضل لجميع مدرب العالم في أسلوب الشتكان ولأن الخبراء اليابانيون هم الأصل ويصعب تعويضهم الآن والجيل الأديم بتاع الخبراء وهم الأساس في هذه الرياضة إلى الآن استفحى اللي بعد كده وبعد مشاهدة أبطال العالم في أداء وبعد مشاهدة أبطال العالم في أداء بعض الكاتات المتميزة والتي تؤدى كثيراً في مطلط العالم وتحصد بها النتائج والمراكز الأولى مثل الكاتا كاتا وهي تعد أفضل كاتات الشتكان التي تؤدى في المطلط ونختار أفضل ستايل يعجبنا أفضل تكنيك بلاش ستايل يعني هم بيؤدوا المعنى الاتنين مع بعض يعجبنا في أحد هذه الكاتات ويفضل أن يكون الاختيار من بطل عالم مثل الفرنسي مايكل ميلون بطل العالم الحالي ثلاث مرات طبعاً أنا بقول بطل العالم الحالي وبطل العالم الحالي ريو كيونا اللي هو البطل الأولمبي وبطل العالم لأكتر من مرة واللي طبعاً ما عادش أسلوب الشتكان في الوقت الحالي قوي اللي بيها نقول نضرب مثل ببطل عالم كان أبطال العالم مايكل ميلون وكان اسمه لوكا فالديزي وبعد حالياً في الوقت الحالي أنا برشح بطل احتمال كبير يكون إن شاء الله هو بطل العالم في الشتكان وينافس بشدة اللي هو اللاعب الجديد اللي هو اسمه كازا ماسو موتو كازا ماسو موتو ده لعيب فعلاً بينافس جميع لعبي المدارس الأخرى في الشتكان هو قوي ولعيب ممتاز جداً بس ينقصوا القوة الجسدية مش زي ريو كيونا يعني في فرق واضح في الأجسام بينهم ثم نشاهده جيداً وبتركيز ودراسة وفي طريقة أداءه للكاتا الأنسو ونرى مدى التغيرات التي أحدثها مدربه على التكنفل ستايل الخاص بالكاتا لهذا اللاعب طبعاً أنا بضرب هنا مثال والمثال بمايكل ميرون هو بطل عالم وكان الناس كلها فضلت تشتغل على الأداء بتاعه فترة كبيرة جداً سنين طويلة لأنه كان نازل بأسلوب جديد ثم نقارنها بنفس طريقة أداء بطل العالم السابق الياباني ميكيو ياهرا لنفس الكاتا والمسجلة أصلاً بإسمه والذي قام بتدريبها وتدريسها لأغلب منتخبات العالم وذلك في مؤسسة الجي كي اي الياباني كان جميع المنتخبات بتروح اليابان تاخد دورات ويتدربوا على الكاتا الأنسو وطبعاً ميكيو ياهرا هو سينسي ميكيو ياهرا هو اللي كان بيقوم بالشأن كل اللاعبكات بتقتنع بي قناعة النقطة اللي بعد كده وهو بالفعل أفضل من أدى هذه الكاتا على الإطلاق وبمجرد ذكر اسم الكاتا أمسو يتذكر الجميع مباسرة ياهرا النقطة اللي بعد كده ثم بعد ذلك نعمل مقارنة بين الطريقتين في الأداء لميلون ويهرا لعملنا مقارنة بين التكنيكات هنا لميلون و التكنيكات ليهرا حيث نلاقيه فرق واضح جدا ونحدد الفروق والافتلافات الواضحة في طريقة أداء كل منهما وبالتالي نرى مدى التطور الذي قد حدث بالفعل على طريقة أداء هذه الكاتا في ظهور ستايل أو تكنيك جديد لأداءها بعد كل هذه السنوات من الممارسة على طريق الجهرة وهذا المثال ينطبق على باقي الكاتا الأخرى والصابق ذكرها آنفا ونعرف من أفضل من يؤديها ومن يؤديها حاليا بستايل جديد و هكذا والطريقة التي ذكرناها في عمليات مقارنة هذه تعتمد على اختيار أفضل العناصر واللاعبين على مستوى العالم لكي نضرب بهم الأمثلة في كيفية الاختيار الجيد للستايل والتكنيك للستايل والتكنيك الصحيح لكل كاتا لكي نصل في النهاية لأفضل المستويات في التدريب طبعا أنا كاتب الكلام ده من فترة طويلة والتغيرات اللي حصلت على بطولات العالم وعلى عبطار العالم أنا طبعا اتكلمت فيها وأنا واقف في بداية الحلقة ووضحت فيها أمور كتيرة وأرجو أنها تكون وصلت المعلومة المقصودة في حلقة النهاردة الصفحة الأخيرة في موضوع النهاردة نقول ويوجد بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار التكنيك واللستايل الجيد لأداء كل كاتا على حدة اختيار اللاعب المناسب أولا من ناحية طبيعة جسمه يعني النمط الجسماني ومعرفة وزنه وطوله ومدى موهبته وانسجامه مع نوعية الكاتات واختيار الكاتا التي تتناسب مع هذه الإمكانيات المتوفرة لدى اللاعب يعني كأننا بنفصل كاتا على اللاعب على حسب إمكانياته الجسمانية ونختار أنسى بشيء لي والدليل إن كان لوجا فالديزي كان بيعمل الكاتا الجانكاكو ما كانش بتؤدى في طراط العالم وهو لعب طويل والنمط الجسماني بتاعه ما كانش ينفع كلاعبة كاتا اللهم القصير القامة وكان بيؤدي الكاتا دي على أحسن ما يكون ويجيب بها طورة العالم وده كان أفضل مثال على ذلك يعني إنه بالنسبة هو تناسب مع جسم يعني النقطة اللي بعد كده ولأنه توجد كاتات تتناسب مع اللاعبين قصير القامة أكثر من طوال القامة وكاتات تتناسب مع اللاعبين خفيف الوزن أكثر من ذوي الأوزان الثقيلة وكاتات تتناسب مع اللاعبين ذوي المرونة العالية ولا تتناسب مع اللاعبين قليل المرونة طبعا كما الكلام وضع القرؤات اللي بين كل لعيبة وكذلك في اختيار الكادر النقطة الأخيرة وهي بالتالي عملية نسبة وتناسب في كل شيء وفي هذه الصفات والعناصر وليس الاختيار بطريقة عشوائية ولا بالصدفة ولكن يجب أن يكون الاختيار بذبقة متنهية لكي ينصل في النهاية إلى جود تيكنيك وجود ستاين وطبعا أنا بكرر الكلام أن كلمة ستاين اللي هي مش مجرد أنها بتطلق على الأسلوب بتاع الشكوكان أو الجوجيريو أو الوادريو أو الأكناوة أو الأساليب المدارس الكراطية بالعكس هي ممكن تطلق على الاتنين مع بعض يعني على الستاين أنا ستاين خاص بي أنا بقدي كده ستايلي وتكنيكاتي بالطريقة دي بلبس كده بأسلوبة كده في الكلام كده كيمة ستاينش أو ستاين بتبقى تطلق على الفرد نفسه يعني تنفع في الحالتين وفي نهاية الحلقة وبعد العرض والتفصيل بالفيديوهات وبالقراءة وبجميع النقاط في موضوع التكنيك والستايل أرجو أننا نكون وفينا للموضوع حقه ووصلت المعلومات اللي أنا عايزة ووصلها للناس بخصوص هذا الموضوع التكنيك والستايل إزاي يبقى فيه جود تكنيك وجود ستايل اللاعب نفسه وأسلوب أداءه اللي هيجيب بطولة وهو ده ما نتمنى جميعا في نهاية المطاف واشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله